يشد نوع أنه رد الفعل الدولي الأول على قرار الرئيس سعد الحريرة تأييد ترشيح العماد ميشيل عون لرئاسة الجمهورية إجا من الولايات المتحدة الأمريكية على لسان وزير خارجيتها جون كاري اللي قال أنه بيأمل أنه يتقدم لبنان باتجاه الانتخابات الرئاسية وأنه هو مش أكيد من نتائج الدعم اللي عم بيقدمه الحريرة وأنه مش عارف لحد هلأ شو رح تكون النتيجة ورجع قال أنه بيأمل بشدة بوضع حد لمأزق الرئاسة لأنه عم يأزي لبنان والمنطقة أمريكا والسعودية وضعوا خمس أشخاص وشركة وحدة على الليحة السوداء بتهمت تحويل أموال لحزب الله أو الانخراط بالإرهاب ومع أنه هيد الليحة من الأولى عند أمريكا والسعودية بس توقيتها كان كتير لفت فبالوقت اللي كان رئيس طيار المستقبل سعد الحريرة عم يعلن تبني ترشيح العماد ميشيل عون لرئاسة الجمهورية كانت قناة العربية الحدث عم تورد هيد الأسامي الموضوع على الليحة السوداء موسيقى